بسم الله الرحمن الرحيم بدنا شروح لحضارة الهوست مايكروب الانتراكشن اللي هي علاقة الهوست سيل والمايكروب المايكروب على اختلاف انواعها سواء كان بكتيريا او فيروس او كذا بس احنا رح نركز على شنواء على البكتيريا شنو معناتها؟ معناتها انو نريد نعرف شلون المايكروب يسبب ديسيز تمام؟ يعني شنو الخطوات اللي من خلال هالمايكروب يقدر يسبب ديسيز فاول خطوة فهنانا يقول لك الباثوجينيسيز اوف بكتيريا انفكشن تضمن انو انشييشن اوف انفكشن بروسس يعني احنا رح ندرس انو شلون تصير عمليات الانفكشن شلون الميكانيزم يلي تؤدي الى ظهور الساين والسبتم اوف ديسيز يعني شلون المايكروب يقدر يعني يسبب المرض ويظهر الساين والسبتم لهذا المرض طبيعة يعني الكاركتريستيك مميزات هاي البكتيريا فاشوف اهم شي انو البكتيريا على مدى سبب ديسيز يعني لازم يتممر بعدت خطوات يعني على مدى نعتبر هاي البكتيريا تعتبر باثوجينيسيك بكتيريا لازم تمر بعده خطوات اول خطوة انو قدرتها الانو اول خطوة الان تخترق الحاجز وتقدر تسخل الجسم للإنسان تمام يعني تنتقل من البيئة من الانبيرونمنت للإنسان تنتقل من الانيمول للإنسان هاي أول خطوة هسه راح يعني هاي محور محاضرتنا راح نقسمها أول محور أنه ندرس انتقال البكتيريا للإنسان والطرق شنون ثاني محور وهو أهم أهم محور اللي هو الأتهرنس يعني شنوه يعني هاي البكتيريا من دخلات الإنسان لازم لازم يصر بيها يعني إذا كانت باثاجين طبعا لازم يصر بيها أتهرنس توهوسيال يعني شنوه أتهرنس توهوسيال يعني تلتسق بخلية الإنسان على مود يعني هاي الخطوة تمهد ببقية الخطوات تمام؟ الخطوة اللي وراها اللي هو الأنفاجين أوكي هسا عدي مثلا هاي الخلية وهاي بكتيريا هاي البكتيريا صار بيها أتهرنس وي خلية الإنسان ثاني خطوة إنه أنفاجين يعني تخترق الخلية يعني تخترق الهوسيل وتدخل داخلها تمام وتنتشر يعني تنتشر بين الخلايا وتروح للبلد وكذا هاي ثاني خطوة ثالث خطوة الي توكسيجينيسيتي يعني قدرة البكتيريا انه تنتج لتوكسين طبعا ممكن للبكتيريا انه تنتج لتوكسين اكباك بعض البكتيريا تقدر تنتج توكسين وهذا التوكسين يعني تعتبر فيروس فيريولز فاكتر اه سنعرف شنو معنا فيساعدها على انه يعني كل ما كانت البكتيريا تقدر تنتج توكسين معناتها قدرتها التمييضية او يعني انه قدرتها على انتاج الديسيز تكون اشد واعلى هاي رابع شي هاسا خامس شي انه قدرتها انه يعني شلوم البكتيريا يعني احنا البكتيريا من تجي للانسان غير اكو عدي فد نظام دفاعي بالانسان اللي هو الاميون سيستم فهاي يلقى بعض انواع البكتيريا او يعني بعض انواع الميكروبات بصورة عامة تقدر تتجنب يعني تتجنب الاميون سيستم تمام تخرج من المراقبته او تتجنبه او يعني تقاومه كذا فهاي المحاور الخمسة راح نمشي عليها بمحاضرتها محاضرتنا اللي هي كل هذا انه اذا قدرت البكتيريا تمتلك كل هاي الخصائص الخمسة قدرت تسويهم معناتها انه هاي البكتيريا تقدر تنتج للديسيز اوكي بالبداية يعني قبل لا ندخل اكو بعض المصطلحات يعني المفاهم هن فرحني يعني تعتبر خلي نقولك مصطلحاتي كمقدمة فشمو معنى الادهيرنس انه الادهيرنس يقلك هي العملية يعني العملية اللي من خلالها البكتيريا تتسق وي السرفيس اوف هوس سيل يعني عنده هذا الهوس سيل تمام البكتيريا تجي وتتسق على سطحها يسمونها ادهيرنس تمام ويعني تعتبر خطوة مهمة اول خطوة من خطوات الانفكشيال سبروسيس تمام البكتيريميا معناتها شنو معناتها باختصار بكتيريا ان البلد تمام يعني البكتيريا قاعد تجيب البلاسترين تمام يعني البكتيريا اختلقت الفيزول يعني راحت من التشوف راحت بالبلد معناتها البكتيريا تقدر تروح لأي جزء من الجسم لان البلد نعرفه وهو يوصق كل اجزاء الجسم مع بعضها فتقدر معناتها تروح لأي جزء بالجسم فميسل 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 ف بس يقدر منقلها شخص ثاني هذا الشخص ثاني يمكن لتكون منعته ضعيفة فتقدر تطهر عليه آثار المرض عندي الكولينزايشن الكولينزايشن معناتها هاي البكتيريا دخلت للجسم راح تبدأ تقدر تنمو وتتكاثر فتكون لي كولاني تمام تكون لي خلي نقول مستعمرة داخل الجسم الانفكشن معناتها شنو الانفكشن الانفكشن يعني الانفكشن هي من البكتيريا تدخل للجسم او يعني مون فقط البكتيريا اني مايكروب يقدر يدخل للجسم ويتكاثر او يضاعف فمن يضاعف راح يكون قدرتها انه يسبب انفكشن لهذا الشخص الانفكشن هو مثل ما قلنا اللي هي هاي البكتيريا او البراسايت او الفانغاي تقدر تدخل للهوسيل يعني قلنا احنا اول شي عدي هوسيل هاي البكتيريا او الاني براسايت او شي يصير بي اتيرانس بعدين يقدر يدخل للهوسيل وهسراحة نشوف الميكانيزم فمن يدخل للهوسيل معناتها سواء انفكشن دخل للهوسيل قدر ينتشر يجب ان نصلح الاميون كومبرمايز معناتها شنوه معناتها هو شخص مناعة ضعيفة تمام لأي سبب كان يعني المناعة سواء كانت النات او او ادفت بيها دفكت بيها دفكت باي جزء من الاميون سيال او الاميون سيستم ادى لنكون مناعة ضعيفة النفسيات زائدة. الانفكشينzus ديو سے هو المراض يلي يسبب انا عدم امراض مثلا اكو امراض و Palace اكو امراض بكذا نوع من الامراض اللي سمنا على وهسى شي بابها مايكروب مايكروورغنزم سواء كان باكيريا أو بايروس او اي مايكرو الاورجنياستيك باتورجين هو شنوه؟ هو أورجانيزم تمام? لهذا يمكن يكون حسن انت عندك تمام يمكن عدك هذا الميكروب تمام فقدم German ما يقدر يسبب مرض بجسمك لان مناعتك تقدر تقضي عليه هذا الباثوجين يكون خلي نقول ضعيف هذا المايكروب هو ضعيف فما يقدر يسبب لك مرض بس يمثل يسبب لك مرض يسبب لك من تكون منعتك ضعيفة من يصير عندك اميوني كومبروميزد مثلا منعتك تضعف لأي سبب كان من منعتك تضعف هذا الباثوجين راح خلي نقول يلقى الفرصة المناسبة ويسبب لك مرض بجسمك فذلك يسمى مرتفع لأي سبب يعني منتهزة الفرص يعني باثوجينات منتهزة الفرص يعني ما تهاجمك بس لما تكون منعتك ضعيفة تمام ان الباثوجين هو مايكروب موجود نورمال في جسمك يعني هس انت عندك هذا المايكروب مثلا نورمال فلورا هي موجودة اصلا بجسمك بسبب ما تسبب لك امواب اذا منح الباثوجينات المفيدة بالعكس يعني هاي نورمال فلورا اكو بعضها خلي نقول تسبب لك اشياء تكون مفيدة اليك تمام وهسراح نجي شنو الاشياء المفيدة لسببها نورمال فلورا الباثوجين هو يعني مايكرو أرغانزم يقدر يسبب مرض الباثوجيني ستي هو قدرة تمام هي قدرة المايكرو أرغانزم على مد يسبب آآ ديسيز تمام يالي هي يعني هي قدرت ان يسبب ديسيز يعني نقول مثلا هذا المايكروب على الباثوجيني ستي عالية يعني قدرتها ان يسبب ديسيز عالية هي الشيء سيبتسيميا معناتها شنوى؟ معناتها انه هذا الانفيكشياس اغان او their product circulation of bloodstream يعني كميات كبيرة من المايكروب او الانفيكشياس اغان او المنتجات من المايكروب يعني المايكروب مرات يسبب لتوكسين يعني ينتج لتوكسين فهذا يعني يروح للبلاد بكميات كبيرة في ماناتها يسمونها سيبتسيميا يعني البلاد مملوء يعني بهذا المكونات ما المايكروب اللي تكون يعني ضارة جدا تمام فهي بمعناتها السبتسيميا السبتسيس هسا تكون شنوى الفرق بين السبتسيميا والسبسس السبتسيميا معناتها هذان المكونات بالبلاط السبتسيس هي الرد الجسم لهاي السبتسيميا يعني يعني من تدخل اوكي هاي اللحظة تمام هذا البلاد ستريم هنا هذاني الانفكشن هذاني غزان البلاستريم هاي شي يسمونها سبتسيميا الجسم من يشوف هاي سبتسيميا بالبلاستريم اش موجود بالبلاستريم اكو عدي موجود الخلايا الاميونسيل اللي هي مثلا مونوسايت وغيرها هذاني من يشوف هاي التوكسين هاي المايكروب بالبلاد هن خلايا دفاعية فراح يردن عليها فيعني رد الجسم هاي سبتسيميا يسمونها سبسيز فهي تعتبر انفلوميشن انفلوميشن نحرف هي شنو معناتها معناتها يعني هي اميون ريسبون تعتبر الانفلوميشن تعتبر اميون ريسبون فالسبسيز هي الاميون ريسبون او الانفلوميشن يعني اللي راح تجي الى الاميونسيل على مود تقدر تحاول تتخلص من هاي من هاي السبتسيميا تمام وطبعا هاي السبتسيميا يعني حالة خطرة تعتبر فلازم يعني نسيطر عليها بسرعة لذا ما سيطرنا عليها الشخص يمكن يموت يموت سواء كان بسبب هاي سبتسيميا أو بسبب السبسيس بسبب الرد للأميون سيال انه يرد بشكل خلي نقول بشكل كلش قوي الجسم ما يقدر يتحملها يعني الأنفماش يكون كلش قوي بحيث جسم ما يقدر يتحملها فيسبب لي قد يسبب لي حتى ديث هزا عدي مصطلح سبر أنتجين شنوى سبر أنتجين لحظة حتى نعرف شنوى سبر أنتجين نجل هاي الصورة طبعا نعرف لازم يكون عندنا فكرة عن الأمناعة انه عندناعرف انه هاي تي سيال تخرج ريسابتر على سطحها موجودة تسمونا تي سي آر أو تي سيال ريسابتر وعدنا الأنتجين برزنتيك سيال مثل الماكروفايج موجود على سطحها أما أمرش سي كلاس 1 أو كلاس 2 تمام ياله هي راح تقدم لي الأنتجين الأنتجين اللي هو الأنتجين هو قد يكون مثلا الأنتجين مالبكتيريا تمام اللي هو قد يكون بابتايز تمام هذا الأنتجين موجود على سطحها بشكل نورمالي تي جي تي سيال تتعرف على هذا الأنتجين وسوي فدرس بون إلى مثلا طلح سايتو كاينيز وكذا على ما تقضي عليه هاي بحالة النورمال أذا كان الأنتجين يعني نورمال أذا كان الأنتجين عبارة عن سوبر أنتجين اللي هو مثل هاي السوبر أنتجين راح يقدر مثلا الأم أش سي من التقدمة للتي سي آر راح يقدر يتجنبها مو يتجنبها قصدي قصدي راح يكون إلى قدرة أنه مثلا يطلح يتي ويحفز يعني يحفز التي سي آر والأم أش سي من الخارج تمام هو بالنورمال يحفزهم من الداخل يعني هاي تجي هاي هذا فادي جروف إلى خاص هنانا فادي جروف إلى خاص ويتحفز وطلح سايتو كاينيز التي سي لطلح سايتو كاينيز بصورة طبيعية هنانا الأنتجين السوبر أنتجين يحفز التي سي بشكل يعني بشكل كلش قوي تمام بشكل غير مسيطر عليه ليش لأن راح مو بس يعني راح يحفز التي سي مو بس من الداخل لأ راح يطلع من بره ويرتبط هنانا بالتي سي آر وبالأم أش سي فيقدر يحفزهم بشكل مطبيعي بحيث التي سي راح تظل تطلع بس سايتو كاينيز و سايتو كاينيز تطلع هن بكثافة يعني بحيث هذان السايتو كاينيز صحي الوظيفة أنه تقدر تتخلص من الأنتجين بس هذا طلع كمية كبيرة يمكن السبب عند هذا الشخص هاي بوتينجين السبب يعني أشياء تكون ضارة ويعني بحيث الشخص يموت بسببها فهذا نقول لك هو عبارة عن بروتين توكسن that activates the immune system by bending to major is to completely under the TCL and stimulate large يعني مثل ما وضحنا بصورة أنه يرتبطوا يليل MRC والTCR ويحفز TCL يعني TCL على موت تفرز لي produce massive quantities of the cytokine تمام Systemic infection معناتها widespread infection through blood يعني هذا الانفكشن يقدر ينتشر بشكل كبير بالبلاد وباللمف إذا كان الانفكشن ينتشر بالبلاد واللمف يعني يقدر يروح لأي جزء من الجسم تمام التقسيمية معناتها التوكسين يلي ينتج البكتيريا موجودة بالبلد تمام التوكسيجينيسيتي معناتها قدرة البكتيريا أن تنتج توكسن هذا راح يشوف أنه ممكن للبكتيريا تقدر تنتج توكسن وبعض البكتيريا تقدر تنتج توكسن وبعض البكتيريا تقدر تنتج توكسن وبعض البكتيريا ما تقدر تنتج توكسن اللي هي الصفات أنه كل ما كان يعني الميكرو أرغانزم أو الفيروس إذا كانت عدة هوية عالية تمام كثيرة هزا رح نجيش إذا كانت صفاته يعني يقدر ينتج أكثر يعني يقدر يسبب الأمراض أكثر سواء كانت مثلا إنه يمتلك كابسول إنه يقدر ينتج توكسن فهاي يسمونها الفيرولوس هزا عدنا رح نجي للبداية أيضا بعد ما داخلنا بالموضوع الرئيسي هزا رح أولا رح نعرف شنو النورمال مايكروبال فلورا of the human body قلنا من الساعة إنه أكو البكتيريا هي موجودة طبيعية بالجسم وما تسبب أمراض اللي هي يسمونها النورمال مايكروبال فلورا فكلك هزا مصالح معناته الموجودة بالشخص نورمالي تمام يعني موجودة بالميوكاس بمبراينس بالسكن يعني هزا بي وبيكم أي شخص طبيعي لازم موجودة هاي الميكرو أورغانيزم تمام وأكو هواي منها تكون منفيش يعني تكون مفيدة وهسا رح نشوف شنو يعني الوظائف اللي سببها وتكون مفيدة للإنسان بس أكو بعضها صح هي موجودة طبيعيين بالجسم بس أكو بعضها سبب بس كنا يمتل سبب ديسيز من مناعة الشخص تضعف يعني من مناعة هذا الشخص تضعف رح تقدر تسبب ديسيز اللي هي سمناها أوبارجينيستيك يعني باثوجين يعني منتهزة الفوس من مناعة تضعف تقدر تسبب ديسيز يعني يمتل مثلا مناعة الشخص تضعف مثلا من يصير دماني نيوترشن يعني نقص بالغذاء كانسر مثلا نعرف مرض الكاثر من مناعة ضعيف عده ايدز ديسيز سيرجوري ووند اميونو سبريجن ثرابي مثلا قاعد ياخذ أدوية مخبطة للمناعة كل هذا اني راح تؤديلي ضعف ناعة الشخص طبعا عدي نوعين من نورمال فلورا عدي ريسيدنت فلورا وعدي ترانزين فلورا ريسيدنت فلورا يعني هي طبيعيا موجودة يعني طبيعيا موجودة هذا الشخص مثلا بهاي المنطقة موجودة بالسكن مثلا موجودة بالجي آي تي وبحيث اذا انزالت تقدر تقدر تكاثر نفسها من جديد يعني لازم دائما دائما موجودة من ما نولد الانسان يعني وأول ما اجت به يعني أول أشهر وكذا لحد الآن لازم هي موجودة وذا يعني وذا تم ازالتها تتكاثر مرة ثانية هاي ريسيدنت الترانزيانت هاي هي ننباثوجينيك أو باثوجينيك ميكور اوغانزيم ذات انهبت السكن فور هورث يعني هي تنتقل من البيئة وتبقى يعني تبقى بهاي المنطقة مثلا تبقى بالسكن لمدة أسابيع ساعات أشهر بس يعني مثلا مثلا يقدر الجسم يتخلص منها بسهولة وكذا بس هي يعني موجودة بالجسم كنا بس يعني ما تقدر تسبب باثوجينيك أما بسبب أنه مناح تقوية هذا الشخص أو يعني هي أصلا يعني ما سبب باثوجينيك هي أصلا تعتبر ننباثوجينيك يعني شنو جايتني من البيئة بحيث إذا تم إزالتها ما رح ترجع تعيد تكوين نفسها تمام ما أدري إذا واضحت باختصار إنه resident flora هي أصلا يعني موجودة من الجسم أول يعني أول ممنونة خلال أول أشهر وتكون وبقت وأذا تم إزالتها رح تعيد تكوين نفسها بينما transient flora لأ جت من البيئة بحيث أذا تم إزالتها ما رح تقدر تعيد تكوين نفسها هاي باختصار يقلك however of the resident flora is disrupted يعني مثلا شخص ما أخذ antibiotic نعلم شنو هي الانتيبيوتك اللي تقتل البكتيريا فإذا صار بإذا خذها وصارت resident flora disrupted يعني تم إزالتها إذا تم إزالتها الترانزيينت مايكرو أرغانيزم يعني transient flora رح تبدي تتكاثر يعني تنتهز الفرصة إنه resident flora ما موجودة فتتكاثر نفسها وقد تسبب لديسيز يعني إحنا قلنا أكون transient flora كوباثوجينيك وكونا باثوجينيك فإذا كانت الموجودة الباثوجينيك إذا الوريس انتفلورا ما موجودة هاي رح يعني شوف الساحة فارغة خلي نقول فتتكاثر وتقدر تنتج نال ديسيز هنا مجرد أمثلة عن يعني يعني نورمل مايكرو بايتا وما كن وجودها مثلا استفيلو كوكاسي أيوريس أكثر شي موجود بالنويس مثلا الفجاينا أكثر شي رح نشوف بيها الاكتوباسيلس هاي يعني نورمالي يعني موجودة نورمالي هاي بالفجاينا هاي البكتيريا اليوريثرا مثلا استرفتو كوكاس وهكذا هسا هسا رح نجي شي مهم انه اللي هو البروتكتف رول أوف نورمال مايكرو بايتا يعني نقلنا هاي البكتيريا موجودة بالإنسان تمام نورمالي هي تستفيد من الإنسان والإنسان يستفيد منها تمام يعني رح شنو وضائف يعني شنو البروتكتف رول أوف نورمال مايكرو بايتا يعني شنو وضائف هاي يلي رح من خلالها تستفيد الإنسان انه الها دور بالبروتكتف يعني شنو هسا رح نجي انه هي موجودة مثلا بالجي آي تي تمام هي موجودة بالجي آي تي يعني موجودة على سطح الجي آي تي بحيث هي يعني موجودة نورمال وما سبب مرض الإنسان بحيث إذا إجه فد باثوجين يعني فد بكتيريا أخرى مثلا إجت هاي بكتيريا أخرى حاولت ترتبط مثلا بسطح الجي آي تي من سبب مرض الإنسان أو كذا هي يعني هاي البكتيريا إجت ما موجودة نورمالي لا ما رح تلقى مكان طمام ليش لان هدا جي ايتي مثلا كلها مملؤ بالنورمال فلورا فما رح تلقى مكان للارتباط تطرتها هاي النورمال فلورا طمام تطرتها فبالتالي هاي النورمال فلورا حبت الجسم من هاي الباتجين من خلال شي يسمونه المترجم للقناة 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 يعني اللي هي النورمال فلورا اذلك البوثوجين غريب غير النورمال فلورا ايضا يقدر يقتله فهي ايضا يعتبر كوظيفة للحماية هسا يقلك الوظيفة الثالثة انه يعني شنوه يعني مثلا الجسم غير هو يستجيب يعني الجسم يعني الاميون سيستم عندنا يجيب جسم غريب يستجيب بس يعني مرات هذا يكون غير ضرورة مثلا مرات هو جسم غريب تمام مثلا جسم غريب دخل للانسان بس هذا الجسم هو مجرد جسم غريب بس ما يسبب لي فد مرض بالانسان تمام فهذا استجاب الاميون سيستم وكذا رح يعني قد يسبب لي ضرر لان الاميون سيستم هو الى مثلا طريقين يعني سيف ذو حدين اما يعني هو صح يحمي الجسم بس اذا زاد عن حد كل شيء زاد عن حد انقلب ضده فاذا كل ساعة مثلا كل يعني احنا قاعد نتعامل بالبيئة طبيعي كل يوم كل يوم يمكن ملايين الاجسام الغريبة تدخل الجسم ملايين البكتيريا سواء ضارة سواء مفيدة الاتربة وغيرها كلها تحتبر اجسام غريبة للانسان تمام فاذا الاميون سيستم لكل جسم غريض طب سوى اميون رسبون رح يعني يصير هذا الشخص عده hyper sensitivity رح شي يسمونها hyper sensitivity تمام وهذا شي ضار صح يعني هو قاعد يستجيب الجسم الغريب بس هو يعتبر شي ضار لذا كل ساعة صار عده hyper sensitivity هذا الشخص يتحسس يعني حتى التراب البسيط بالجو يتحسس اله تمام فهاي normal microbiota يعني normal flora تخلي الجسم يتعود على الاجسام الغريبة تمام تخلي الاميون سيستم تقلل يعني تقلل الريسبون الريسبون ما الاميون سيستم للمايكروب يعني المايكروب مثلا الموجود بالفود والأترب أي يعني أي مايكروب اللي هو normal يعني ما يسبب فد يعني يعتبر فقط كمادة غريبة بس ما يعني ما سبب لفد ضارة للإنسان فتخليه tolerance يعني يتعود إنه أكو أوكي أكو فد مايكروب دخل للجسم بس هذا المايكروب مو كلش ضار فما يسوي أميون رسبون كلش قوية تمام فتخليه تطي oral tolerance للجسم للأميون سيستم الوظيفة الرابعة أو الأخيرة إنه اللي هي يعني وظيفة بالdigestion تمام يعني هاي normal flora وظيفتها بالdigestion بحيث تقدر تتحطم اللي هي جزئات صعبة 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 على الجي اي تي تحطمها بينما هاي normal flora تقدر تحطمها فإنه يعني هاي وظائفها اللي هي تعتبر كprotective roll تمام إذا خلصنا من normal flora وعرفنا عادي resented flora و transient flora وعرفنا وظائفها وإنه أكو عادي نوع إنه بس مني يصير عادي amunicum rumized host يعني يبدي حاجم الإنسان وهذا كمقدمة هاي هاسا عدنا رح نيجي المحورنا الرئيسي اللي هي قلناها مساعش حجينا حجينا إنه عدي على مود عدي الانفيكشيوس بروسيز اللي هي على مود البكتيريا تنتج لدي لازم عدي خمس مراحل أعتقد تمر بيها اللي هي أول مرحلة هي انه ينتقل لهذا البكتيريا تنتقل من البيئة من الحيوان من أي كان تنتقل للإنسان شلون تدخل للإنسان تمام تدخل للإنسان عن طريق الفم عن طريق مثلا جرح ودخلات عن طريق السكان بأي طريقة فهس رح نتناولها وبعدين نتناول الاتهرنس شلون تلتصق بالحس فهس عدي الترانزميش أوف انفكشن فيئتها فراح السبب لي دي سيز بهذا الإنسان مثلا مثل عند السالمونيلا ومثل اللي عدي الكاميلو باكتيريا مثل السالمونيلا اللي هي السبب لي هما تيفويد واللي عدي مثلا قنا الكاميلو باكتور اللي هي مثلا السبب لي فد مرض يؤدي لبلازي داياريا المهم هاي تنتقل عن طريق الفودي بروديكت مثلا الفيس ما الانيمال وصارت بالفودي بروديكت فالإنسان تناول هذا الفودي الملوث بهذا البكتيريا فانتقلت للإنسان مسببات لفد مرض الإنسان يلك أكو بعض البكتيريا تنتج لأنفكشن أوفهيم ذات إذ أن ديفيرت يعني أوفهيم ذات إذن يعني قلنا أما قلنا يعني هي نورمال ما موجودة بالإنسان إنما يعني تكمل دورة حالات هون مثلا بالأنيمال قلنا بس يعني بشكل خاطئ انتقلت الإنسان فسببات لديسيز ليش لأن الإنسان مو محل معيشتها تمام فما قدرت تعود على الإنسان والإنسان ما قدرت يتعود عليها فسببات لديسيز بهذا الإنسان مثلا عندك اللي هي سبب لمرض الطاعون تمام هذا هي أصلا دورة حياتها نورمال هون موجودة بالرودنت يعني بالقوارض فتنتقل للإنسان عن طريق هاي مثلا عن طريق الفليس اللي هي أعتقد البراغيث الموجودة بالقوارض فتنتقل للإنسان والسبب لديسيز مثلا عندك كذلك الباصلس أنترايسيز اللي هي هاي البكتيريا سبب لمرض الأنثراكس اللي هي الجمرة الخبيثة اللي موجودة نورمالي بالإنفيرولمينت بالأنيمول فتنتقل للإنسان مثلا عن طريق مثلا الإنسان يلامس الشعر بالحيوان وهذا شعر هو موجود بها البكتيريا فتنتقل إله عدي مثلا كلوستريديم طبعا كلوستريديم هو يعني إلى العديد من السبيش مثلا عندي كلوستريديم بيرفرينجينز لسبب غاسترونترايتز عدي كلوستريديم بوتاليناميا لسبب العدي بوتاليزم فهذا يتنتقل أيضا عن طريق من البيئة عن طريق انتسشن عدي كذلك عن طريق الجروح مثلا وونت مثلا صار هذا شخص جرح ونحن معتنى بجرحة بقاهي معارض للهواء فصار بي كونتامينيشن عن طريق مثلا تربة فهاي التربة يمكن تحتوي على بكتيريا مثل كلوستريديم بيرفرينجينز يلي هاي البكتيريا بيرفرينجينز شسبب لي غاز غينجرينة أو كلوستريديم تيتاني يلي سبب لي تيتاناس تمام فهاي طريق الانتقال كذلك عدي مثلا الفيبريو كوليرا هاي الكوليرا يلي راح سبب لي نوع من انواع الدياريا اللي يكون تنتقل عن طريق شنو عن طريق الووتر اكثر شي أو عن طريق الحيوانات البحرية مثلا السرطان البحر والمحار وهذا اللي تنتقل عن طريق للانسان سبب لي دياريا شديدة يعني يقال كونتامينيشن فود بروديكت يعني يمكن هذا الفود ملوث بالسيواج يعني مياه الصرف الصحي فمثلا عندك الايكولاي الايكولاي ايضا سبب لدياريا هذا ينتقل عن طريق سيواج فينتقل للانسان التي بي هذا شوف التي بي هنا المعلومة مهمة انو هذا الميكوباكتريا تي بركيولوس يلي سبب تي بي اللي هي السل الرئوي تمام هاي موجودة بالاحوان لا ما موجودة بالانيمول يعني يعني هاي البكتيريا بكتيوري ما ممكن اشوفاها بالانيمول فتنتقل عن طريق الري يعني تنتقل عن طريق الري السن يمكن أن تنتقل من شخص إلى شخص آخر عن طريق هذا الهواء يعني بعض البكتيريا تنتقل من شخص إلى شخص آخر مثلاً عن طريق الحاند مثلاً المصافحة يمكن هذا الشخص مريض وإيده مثلاً ملوثة بهذه البكتيريا يمكن أن تنتقل أي جزء من الجسم وتنتقل وسبب المراغ بالإنسان يعني أكثر الأمات كنية اللي يدخل بها الباثوجين للجسم يعني الباثوجين بكتيريا للجسم اللي هي الأمات كنية اللي يتصبيها المصافحة والميوكس من براث يعني مثلاً يعني مثلاً عندك الناوس الأنف اللي هي أول شيء عندنا الجليد للسكن ما الأنف وبعدين رأساً انتقل الفتحات الأنف اللي هي يبدو الميوكس من براث اللي هي أماكن اللي يتلامس بها السكن والميوكس من براث فهاي أكثر شيء يكون السايت أوف ترانزميشن اللي هي مثلاً نقلنا الناوس مثلاً الماث والثم أيضاً اللور عن الاروز جائي اي تي الـ mout جلنا الـ mouth عن طريق الـ genital tract أو urinary tract تممم هذا يلي أكثر الأماكن الأربعة لانتقل بها الانفكشن اللي هي الاماكن الاسكن الـ mucos membranes mute with the skin تممم يقليك الـ normal skin and the mucos membranes provide the primary defense against it انفكشن فايحنا نحسأ ليش حاجينا عن الترانزميشن لأن ممكن للبكتيريا تقدر تنتقل للإنسان لأن يعتبر السكين والميوكوس بميز يعتبر كبرايمر في defeat يعني هذا stumb course يعتبر كبرايمر في amazing يعني يمنع أنه هاي البكتيريا تنتقل أو هذا الفيروس ينتقل وكذلك الميوكوس بميز أيضا يعتبر كخط الدفاع الأول تمام؟ يعتبر خط الدفاع الأول فأول خطوة على هذه البكتيريا تبدأ لسبب أنفكشن لازم تقدر تجاوز هذا الخط اللي هو الاسكن والميوكوس من برس فهس اوكي اتجاوزته فورما اتجاوزت هذا الخط اللي هو الاسكن والميوكوس من برس وقدر تسخل الجسم هسا بعدين رح نشوف شنو بقية الاشياء اللازم نسويها على ما تقدر تسوي ديسيز هسا عدنا قبل لان ننتقل للبقي اللي هو الاترانس باكتور او الفيرولانس باكتور رح يشيد شي كم مصطلحات عندنا مصطلح اللي هو الانكيوبايشن بيرود شنو معنى الانكيوبايشن بيرود انو اوكي انت صار عندك البكتيريا دخلت جسمك تمام الفترة من دخلت البكتيريا لجسمك الى حفظ ظهور الاعراض يعني سأواش انت عدك مثلا بكتيريا لان اوكي دخلت بجسمك بكتيريا بس مو رأسا تظهر الاعراض رأسا يظهر عدك المرض لا اكو فترة اللي هي لما ان البكتيريا تدفع الجسم تتكاثر وكذا وتقدر يعني تسوأت هيرنس وكذا وتتكاثر ويصبيها انفاجين يلا تدعي الاعراض تظهر فهاي الفترة شي سامونها اكيوبايشن بيرود يعني هاي البكتيريا موجودة بجسمك بس باعتها خامنة باعتها ما ظهر الاعراض انو انو تدل انك مريض فهاي سامونها اكيوبايشن بيرود وتختلف حسب يعني من من مرض الى اخر مثلا كومان كولد يعني ايامه تظهر عليك اكو بعضها اكو بعض البكتيريا مثلا يعني جسمك تبقى لسنوات تمام مو ايام لا سنوات سنوات يلا تظهر تمام يلا تظهر انو عندك يلي تظهر السين والسبتم والمرض مثلا مثل الليبروسي اللي هو الليبروسي اللي يتسبب بمرض الجذام اللي هو اكثر شي يصير يصيب الجلد العصاب والعضلات يسوي ضعف بهم عدنك الالنس الالنس هي الفترة ظهور السين والسبتم مال ديسيز تمام وراء ما ظهرت السين والسبتم مثلا خضاية ادوية او مناعتك قدر تقضي عليها راح تجي فترة الكونفالسينس يعني مرحلة الشفاء يعني انت اوكي ما تشافه من هذا المال بس خلال نقول بعدك بمرحلة النقاهة يعني بعدك مو كلش بعدها يعني بعضها البكتيريا بجسمك لازم ايضا تحتين بنفسك على موض مثلا يعني يعني هي فترة النقاهة اللازم اللي هي يعني الفترة اللي قاعد تتخلص من بقايا البكتيريا وكذا الاميون السيтом يتخلص من بقايا البكتيريا وكذا لازم انت لهي الفترة ايضا تحافظ يعني ايضا تتزم بالأزلا وكذا ح enjoyment Erww معناتها Illness تكون قليلة يعني او اقصد المنس فترة المنس تكون قليلة يعني شوي ويجي ايام ورأسا مثلا نزلت البارد مثلا ايام ورأسا تشفى منها ليش لان الاميون سيستم يقدر يقضى عليها وتبقى محاصة لانبود هاي العدوى عدك الانكيوباج عدك الكرونيك لا هاي تطويل الفترة يعني يحتاج الاميون سيستم او تحتاج الادوية فترة طويلة على ومو تقدر تتخلص من هذا الباثوجين عدك اللاتينت معناتها انه صح انت اوكي تمرضت وتشافيت بس يمكن يتعيد اذاك البكتيريات تقدر تهاجمك يعني ورأ ايام ترجع تهاجمك يعني يتكرر المرأة ثانية خلال ورأ ايام ورأة شهر فهايا هسا راح نيجي للموضوع الاهم اللي هي البكتيريال بيريولنس باكتور راح نهي الفيديو هنا وبالفيديو الثاني راح نكمل البكتيريال بيريولنس باكتور اللي هي الاتهرنس وجماعاتها الانبيجن وغيرها اشتركوا في القناة